أعلنت محافظة شمال سيناء عن طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة والتي خصصت لأهالي المديدة يأتي ذلك بالتزامن مع الدكرة الثانية والأربعين لتحرير سيناء الأمس شهدوا حربا ومعارك ضد الإرهاب واليوم يجنون ثمار التنمية والتعمير والبناء إنهم أهالي رفح تلك المدينة التي شهدت الإعلان عن طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء والتي خصصت لأهالي المدينة الإعلان عن هذه المرحلة جاء في مؤتمر صحفي عالمي أقامته المحافظة بالتزامن مع الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء في مشهد يؤكد على الطفرة التنموية التي حدثت في هذه المدن التي تبدل بها الحال وأصبحت أرض سلام وأمان وإعمار بنشكر السيد الرئيس وبنشكر الحكومة المصرية على ما تقدمه للمواطن السنيني المرحلة الأولى 272 عمار لها ثلاث أصباقية أصباقية عجلة 41 عمار ثم أصباقية أصباقية أولى 43 عمار ثم أصباقية الثالثة اللي هي باقي الشوء بتاعت 272 عمار النهاردة إحنا في العيد ال42 لتحرير سيناء ودايما أهلينا في سيناء لهم نصيب من الافتتاحات العظيمة اللي بتغاكب التنمية الشاملة لسيناء حيث أن الدولة من 2014 اهتمت بسيناء اهتمام غير مسبوك المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة تشمل 41 عمارة سكنية بإجمالي 656 وحدة على مساحة 120 مترا مربعا لكل وحدة سكنية وسيتم على الفور فتح باب التقديم وسط تسهيلات مقدمة في عملية السداد وتخفيض لقيمة الوحدة السكنية بنسبة 55% تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي الشقفة السكنية معمولة على أحدى استراز أسوأ بمحافظة مصر العمارة عندنا معمولة على نظام جديد لأول مرة يتعامل فرمارة حصل هذا حاجة ممتازة جدا فخامة الرئيس عملها لأبناء الشيخ زويد ورفح ستخدم الشباب في الجواز المقبلين على الزواج نحن عندنا توسعات في الطرق يعني أفخم طرق زي الطرق اللي في مصر وفي أي حتة في العالم عندنا زيها هنا دلوقت سيناء اتحولت من الانكسار الانتصار ومن الحرب إلى التنمي ومن الإرهاب للتنمي حلم أصبح حقيقة بعد أن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأول من مارس عام 2018 إشارة البدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة بمراحلها الثلاث لتضم أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية تكفل حياة كريمة لأبناء المدينة